لا حزمة لا شرعية وانقلاب ثلاثية ما بعد عاصفة التحالف العاصفة التي انطلقت في مارس من عام 2015 بهدف السعادة الشرعية لكن احداث مطلع العام 2018 اكدت وجود شيء ثابت هو انقلاب ميليشيا الحوثي تقول الرواية الرسمية للتحالف العربي ان هدف عملياته هو تسليم صنعاء للحكومة الشرعية لكن الوقائع الميدانية في الارض ابانت عن اهداف اخرى هي اضعاف ميليشيا الحوثي وليس انهاؤها والسيطرة الخليجية على المناطق المحررة عادة العلاقة مع التحالف وخصوصا الامارات بالطبع الى المجرى الطبيعي او لا بد نتخذ قرار قرارات مهما كانت مؤلمة لكن استمرار هذا الوضع استمرار هذا الحبث استمرار هذه الفوضى واستمرار هذا الارهاب فتحت السعودية عاصمتها امام هادي وحكومته ثم عملت بكل ما لديها من ادوات نفوذ اقليمية ودولية لتطويع الشرعية متبادلة لعب الادوار مع الامارات تولت ابو ظبي ملف عسكرة المناطق المحررة والتحكم بالموانع بينما قامت الرياض بتقديم الغطاء السياسي والاقتصادي لتحركات ابو ظبي فارضة في الوقت ذاته اقامة جبرية غير معلنة على الرئيس هادي والشرعية متحكمة في القرار العسكري لتقدم الجيش في نهم ومارب وتعز وجدت الشرعية نفسها رهينة الاحتياجات المالية والاقتصادية والانسانية التي تتحكم السعودية بملفاتها وناورت الشرعية اكثر من مرة بمنع تنفيذ الاجندة السعودية والاماراتية لكنها اضحت في حكم العاجز عن ابداي اعتراض واضح تجاه الانحراف الحاصلي في التحالف العربي لدعم الشرعية في الاسبوع الماضي وصل وفد اوروبي الى صنعاء بالتزامن مع سعي التحالف لعادة رموز انقلابية موالية للمخلوع صالح في الوقت الذي لم يعد فيه التحالف ابها بالرفض الشعبي المتنامي تجاه اخطائه السياسية والعسكرية في اليمن ولا حتى بمطالبة بعض الوزراء بتصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف التعامل مع اليمن من الضرورة ان يكون تعامل باحترام والتعامل باحترام بروني ان يكون التعامل مع رئيس الجمهورية باحترام والتعامل مع الاخرين باحترام والتعامل مع المختربين وغير المختربين مع ابناء الشعب اليمني باحترام تبدو الامور في اليمن كلعبة الشطرنق لكن السؤال المنتظر اجابته متى تقلب الشرعية طاولة اللعب لصالح اليمن؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر